هناك مفوضات جارية لإقامة وعودة كأس السوبر السعودي المصري بشرة صار أعلنها المستشار تركي الشيخ وهي كأس السوبر السعودي المصري احتمال يا رجعتيني المنافسة هتكون شديدة بين الأندية المصرية والسعودية يطر لي اختار الأهل اللي يشارك ومين من الأندية السعودية هيشارك؟ هل فعلا الهلال؟ كل ده أكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده من وقت ما المستشار السعودي تركي الشيخ اتكلم عن الموضوع وكل محبي الكرة في الوطن العربي فرحنين ومبسوطين أخيرا رجع من تاني الكلام عن بطولة كأس السوبر المصري السعودي البطولة توقفت كتير وأظن جهي الوقت دلوقتي أن الدور يرجع لها من تاني وبشر بكده المستشار تركي الشيخ بنفسه نوه المستشار تركي الشيخ بأن السعودية ترحب باستضافة أي مباراة على أرضها سواء بقى في الكاس السوبر مباريات كله للمنتخب المصري ويفضل أنه يكون الأهلي واللي همنا بقى دلوقتي أن السعودية تدرس عودة بطولة كأس السوبر المصري السعودي والكلام على إقامة مباراة بين بطلية الدوري والكاس في بطولة خادم الحرامين الشريفين والبطولة في مصر ووضح أنه إذا توج فريق بسنائية الدوري وكأس مصر فإنه يحق له خوض مبارتي السوبر المشترك معنى الكلام ده أن تقريباً الهلال السعودي كده ضامن المشاركة في البطولة لأنه بطل الدوري السعودي والدوري المصري لسه فيه تنافس ما تحسمش مين اللي هيكسب الأهلي أو الزمالك أو أي فريق تاني ولكن في نفس الوقت الأهلي المصري هو بطل كأس مصر وبكده يكون الهلال السعودي والأهلي المصري ضامنوا المشاركة في البطولة يتبقى بقى أنه يكون الاتحاد أو النصر أو الخليج أو ربما الزمالك وإنبي وبقية الأندية المصرية واللي ما يعرفش فان البطولة إرث كبير بين المملكة العربية السعودية ومصري وقيمت لأول مرة سنة 2001 تم تنظيم منها 3 نسخ من البطولة حتى الآن 2001-2003-2018 نظام البطولة انه بتلعب مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكاس من كل من مصر والسعودية والمعتاد ان تقام المباراة بالتناوب بين البلدين المملكة العربية السعودية ومصر المرة اللي فاز فيها نادي الزمالك المصري بالبطولة كان يوم 6 أكتوبر 2018 وقتها توج نادي الزمالك المصري بعد فوزه على مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض سجل وقتها التونسي حمدي النقاز والكنغولي كابونجو كسانجو هدفي الزمالك في الدايئتين 39 و45 بينما سجل البديل السوري عمر خرابين هدف الهلال الوحيد في الدايئة 57 من عمر المباراة تم إلغاء كأس السوبر المصري السعودي في عام 2023 كانت البطولة بتقام في إطار توأمة بين الاتحاد المصري والسعودي لكرة القدم حققت البطولة نجاحا كبيرا في نسختها في 2001 وقتها شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وبعيدا بعد بطولة كأس السوبر السعودي المصري ففي بطولة تانية شغلة درواتي في السعودية يستقبل ملعب محمد بن زيد بدولة الإمارات دربي الرياض بين الهلال والنصر وذلك لحساب نص نهائي كأس السوبر السعودي 2024 دي هتكون المواجهة الخمسة بين الفريقين في الموسم ده البداية بانتصار النصر في نهائي البطولة العربية للأندية وبعدها فاز الهلال ثلاث مرات على كتيبة المدرب لويس كاسترو اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر